السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتفكر تبقى في الكلاود. وهي البلد اللي انت فيها او الفوظائف اللي موجودة حواليك او سمعت ان الاجر هو اللي المفروض تتعلمه او مطلوب منك الكلام ده في الشغل. ايا كان السبب هنحتاج نعرف ايه هي مسارات او المسارات المهنية او اللي موجودة جوه الاجر وايه الامتحانات اللي مفروض ناخدها عشان نوصل للتايتل ديت. هنغطي كتيرة او جوبز كتيرة او وظائف مسميات وظيفية كتيرة في الاجر. هنقسمهم لاكتر من فيديو بحيس انه كنتوا تستفيدوا ويبقى كل واحد ياخد الفيديو اللي هو عاوزه بالزبط في الشغلانة اللي هو عارفها بالزبط. تمام? بس هنعمل فرشة في الفيديو دوت بحيس ان احنا نمهد وبعد كده نخش على الفيديوهات المنفصلة بالجوبز المنفصلة بتاعته. وهنشوف تفاصيل امتحانات كل واحد وايه الجوبرول او ايه الوظيفة او المسامة الوظيفة بس لما نشترك نفعل الجرس تدونا لايك واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مرة تانية. تعالوا نبص على الاجر مقاسمين الدنيا عندهم ازاي? الاجر عندهم اكتر من مستوى في الشهادات داعتهم. عندهم الاساسيات عندهم الاسوسيت وعندهم الاكسبورت وعندهم السببشيالتي. لو حد فاكر لما كلمنا على اي و س كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه يعني تقريبا نفس الحاجة. هنا ده احنا منتكلم ده المستوى المبتدئ جدا. ده المستوى الاعلى شوية. ودوت المستوى المتقدم او الخبير في الموضوع. ودي تخصصات ممكن يخش فيها اوفيس ويخش فيها اه باور بي اي ويخش فيها حاجات كتير من المنتجات مايكروسوفت غير الكلاود. فحنا هنركز كلامنا على واحد واتنين وثلاثة اربعة مش هنغوط فيها كتير في الفيديو دوت. فده مش حيبا موضوعنا هنا. احنا هنتكلم اكتر على الحاجات الدرجة اللي معروف ان الطلب عليها موجود وعالي. وفي نفس الوقت الناس عارفة عن المسارات دي في اي دابليو اس. فازاي المناظر بتاعها او ايه المناظر ليها في اجر. الشهادات اللي هنتكلم عليها هما اللي انتم شايفينهم قدامكم دولات. لو عدتوهم هتلاقوهم ستاشر شهادة بالزبط. هل ده كل اللي ايه اه اجر? لا عندهم اكتر من كده. ولكن دول اللي احنا هنركز عليهم. لان الكارير باس او المسارات الوظيفية اللي هنتكلم عليها. ليها علاقة بجزء او ببعض الشهادات ديت. تمام? اعرف منين الشهادات ديت وتفاصيلها. اللينك دوت. وهيبقى موجود عندكم فيه صندوق الوصف. برضو بحيث ان اللي عاوز يعرف اكتر يقدر. تعالوا نقول بسم الله ونبدأ مع اول واحدة فيه. لو انا عايز ابقى اجر ادمينستريتر او اجر كلاود انجينير. وده بالنسبة لحد لسه داخل جديد في الاي تي حنسميه اسوسيت. يعني جونيور. ما حدش ياخد الكلام ده ويفتكر ان انا سينيور وعارف كل حاجة في الاجر. تمام? اللي ما هتلاقه في اي وظيفة من اللي احنا نتكلم عليهم جنبها على اليمين كده مكتوب اسوسيت. ده بافتراض ان حضرتك او حضرتك جداد في الكارير جداد في الكلاود ومعندكوش خبرة في الاي تي كبيرة قبل كده. شهر او شهرين ده مش خبرة. انا بتكلم على حد عنده تلات اربع سنين سنتين اكتر اقل في مجال معين سواء كان سيستم او نتورك او سيكيوريتي او غيره. يبقى لما كانش عندي الخبرة دي خالص يبقى انا كده بتكلم على جونيور وده اللي احنا هنجهزك ليه هنا. اخد ايه بقى? اعمل ايه? واحنا ماشيين في الوظيف او في الكارير باس هنلاقي هنا الشهادة اللي احنا بندي عليها وحنقول ليه? والشهادة اللي لازم ناخدها عشان ناخد التايتل ده. تمام? هنا انا عندي في حاجة اسمها ازي ناين هندرد. اللي هي 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 هيكلموني عن خدمات ولكن مش هغوط كتير في بس هعرف ازاي ان انا بقدر اعمل حاجة اسمها او ازاي بعمل جواها ازاي بخش على بتاعهم او بحيث ان انا اقدر الحاجات ديت واشغل الحاجات ديت وانا في البيت على اللابتوب بتاعي. طب ده مش كفاية عشان ابقى ادمينستريتور ايه محتاجة اغوط شوية صح? ايبقى عشان كده احنا محتاجين الامتحان التاني. لهو او 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 اخدوا بالكم حاجة مهمة جدا زي ما بيبقى في بتاعهم في نجمة واحدة بس. بيكون فيه نجمتين والاكسبرت بيكون فيه تلات نجوم. فانت ممكن ببسطك كده حتى من غير ما تقرأ بعدد النجوم تعرف ده ولا دوت ولا دوت تمام? عملنا الكلام دوت طب ما تيجي نروح نبص على الامتحان اللي هو دوت ايه وضعه بكام والتفاصيل دي كلها. اللينك ده هياخدنا على هناك على طول. فلو روحنا على اللينك ده. ادي الصفحة بتاعته هي زي ما انتو شايفين مايكروسوفت بيقول لنا ده سبب ان احنا بنقول مهم ان احنا نبص عليها. لان دوت الانترميدياتي ان ده متوسط. والرول ادمنستريتر اخر مرة حصل فيه في اكتوبر افين تاتة وعشرين. مهم جدا انا بص على الكلام ده وقت. انا حبدأ امتحن شهادة دلوقتي. وبعدين بص على الابديت. يا سلام لو كانت مسلا من شهر او شهرين او تلاتة. يبقى انا كده في السليم. ويبقى انا كده المذاكرة بتاعتي لو اعدت حتى فيها شهر ولا شهرين. يبقى انا ما عنديش لو كانت من سنة ولا سنة ونص ممكن افكر بقى ايه. بس هنا في الحالة دي بتاعتنا احنا بنتكلم في حوالي اه ست سبع شهور فمش مشكلة. انا عندي هنا اللينكات. لو عايز اعرف اي امتحان يعني لازم اكون انا واخد شهادة قبل ولا لأ بلاقيها هنا. ده كأنه الفهرس بتاع الصفحة. فطالما ما فيش حاجة بتقول معناها ال ا ا زي ا ا ا ا ا ا ا ممكن اخدو بدون ما كنوا اخد اي شهادات تانية في ال ا اجر. هكلمني عال ونشانى نخش في تفاصيلهم طبعا دلوقتي. والسكيلز اللي هتبقى وبعد كده بتاع الاكزام و اله المتيريال اللي موجودة و لاقي هنا الاجزام التامن و قد ايه. خدوا بالك ان انا الامتحانات بتاعتها بتاعتمد على البلد. فخلينا اقول مسلا انا لو في الامارات. ده يبقى اتمن وقدي ايه? نفس التمن. طيب لو انا في مصر. لاحظة في نهاية. تمام? تلاقي الامتحان بقى ارخص. بقى ثمانين دولار بس. فالبلد بيتحدد عليها الامتحان غير انه عندهم هو رقم سابت او مبلغ سابت بغض النظر عن البلد ايه? فعندي الكلام دوت. وبيقول لي ان انا لو لا قدر الله ما نجحتش ممكن اخده بعد اربع عشرين ساعة بعدها. تمام? يبقى ده الامتحان الاولان يا جماعة. اللي هو اللي عاوز يبقى او هو دوت الامتحان اللي احنا المفروض ناخده. ودوت زي ما قلنا لو انا ما عنديش فكرة عن وداخل جديد يبقى انا كده بتكلم على على تمام? ده كان اول آآ رول معنا او اول معنا. هنتكلم في فيديوهات تانية عن كل الكارير باس اللي موجودين. هما تقريبا حوالي سبعة او تمانية اللي احنا هنغطيهم. بس عايزين نفصلهم عشان يبقى الموضوع ده مخفيف وما يبقاش يقزم حد او يدايق حد او يكون طويل جدا عنينا. تمام? اشتراك في القناة. نفعل الجرس. وتدونا ثامبز اب. وتكتر الف خيركم. واشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله.